يبقى لو انا شدت المادة بس زودت شوية فتنقلت من منطقة المرونة لمنطقة اللدون انا عارف منطقة المرونة لو شلت الحمل المادة ترجع لاصله يعني انت رجع لاصله لو مثلا عندي عمود طوله عشرين شديته بقى مثلا طوله عشرين شديته بقى عشرين ونص مثلا وانا لسه مرن فاول ما شير الحمل يرد الاصله لكن لو انا في منطقة اللدونة لو انا عندي منحنة عامل كده اه وليكم مجدة سيميداكتايل لو انا شديته وقفت بسيجما هنا مثلا هنا اه لو انا جبت السيجما يلد فالنقطة دي وليكن اقل من السيجما يلد يبقى دي سيجما دي ابسرود فلو انا شديته لحد ما وصل للسيجما النقطة الحمرة دي اول ما شيل الحمل فاللي انفعال يرجع يرد لزيرو يرجع يرد يبقى صفر مفيش انفعال اصلا طب انا لو وقفت هنا فالسيجما دي دي السيجما يعني كده انا اتنقلت المنطقة اللدونة هل لما اشير الحمل العمود دي يرجع لاصله لا ما يرجعش لاصله يعني انا عندي عمود طوله خمسينة شديته فقى طوله خمسة وخمسينة وانا بأثر على الحمل وانا بأثر لسه بالحمل لو شلت الحمل ولا فما قلت لدونة ما يرجعش خمسين عمره بس عمره ما يفضل خمسة وخمسة لازم يرد شوية يبقى كام وليكم مثلا تلاتة وخمسة يبقى البلاستيك دي فورميشن اللي حصل او البيرمنة دي فورميشن اللي حصل من الحالة الاولى للحالة الاخيرة تلاتة ملي يبقى انا لو اثرت عليه بسيجما في منطقة اللي دونة هو حاليا فيه انفعال ابسلون وان مثلا يبقى هو حاليا فيه انفعال يعني فيه استطالة لما قسم الدلت الل على الالنود يديني ابسلون واحد طيب لو الحمل ده تشال حالا لو الحمل ده تشال ايه اللي يحصل هل يرجع يبقى زير ولا طب هل الانفعال اللي فيه يفضل ابسلون واحد لا لازم يرجع شوية طب يرجع ازاي قالك يرجع موازي للخط المستقيم يبقى انا لو واقف هنا عايز اجيب البرمنة دي فورميشن فارجع موازي كده يبقى الخط ده ويوازي الخط بتاع الخط المستقيم في منحة الجادة المفعال فنقطة ابسلون تو ده ده البرمنة دي فورميشن ده الانفعال اللي مش هيتشال من الماتيريا خلاص يبقى انا لما شد بقوة المقسم القوة المساحة يديني سيجما فالسيجما دي جات في منطقة اللدونة البلاستيستي فاداتني استطالة لما قسمتها على طول اصل اداتني ابسلون واحد فانا كده واقف في منطقة اللدونة خلاص لما شيل الحملة ده انا مرجعش الاصلي ومفضلش زي ما انا طيب هرجع عدية من النقطة اللي انت واقف عندها محمل عندها عند منحة الجادة المفعال ترجع موازي للخط المستقيم فترجع للنقطة دي فالنقطة دي الابسلون دي ده الانفعال الباقي ده اللي هيفضل موجود الانفعال اللي هيفضل او التشوه اللي هيفضل موجود في العمود مش هيتغير نفس الكلام هنا نفس الكلام برضو فهنا دي العائلة الاصلية انا شدتها بقوة اسمها بي وان فبيقول لي وين زلوت بي وان is applied to the specimen it elongates and its length increase to L1 الالنود دي بقت L1 العينة طولها زاد بقى L1 in the plastic region the strain composed of plastic portion E1 elastic and the plastic portion E1 epsilon epsilon 1 sorry plastic ف وانا واقف هنا في المنطقة دي كده يبقى انا شدت العينة لحد ما وصلت هنا كده اه فده السجمة اللي انا بأثر بي يعني انا أثرت بقوة اسمها B1 ال B1 ده لما سمتها على المساحة فجابت لقيمة السجمة دي فانا واقف هنا على مرحلة جدو المفاعل فحاليا المتيريا الفاعل المتيريا الفاعل اللي مفاعل ده خلاص اللي هي القيمة دي القيمة دي انا مجزعة كم جزء مجزعة جزء 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 elastic وجزء plastic الشوية ده هم محنا الشوية ده هم اسمهم elastic string والشوية ده هم اسمهم plastic string محنا شرحنا من شوية من شوية شرحنا اللي بيحصل اهو اللي بيحصل ان لما شيل الحمل ال elastic deformation يرد اللي هو ال elastic deformation اللي هو ايه اللي هو الزرارات بس تبعد عن بعضها او 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 قوة ترود من الزرارات تقل فالزرارات تتمدد شوية لكن الشير اللي بيحصل على البلينز ده ده ما بيرجعش فلما شيل الحمل قوة ترود من الزرارات ترجع زي ما كانت فالماتيريال ترد شوية فده اللي بيحصل اهو انا واقف هنا وانا واقف لو انا حاليا فيه انفعالة القيمة دي طيب لو شلت الحمل هيتبقى القيمة دي لا اما انا اعمل ايه ارجع موازي يبقى الخط ده كده موازي للخط المستقيم في مرحلة جادة الانفعال فايه الانفعال المتبقي الانفعال المتبقي ده القيمة ده يبقى ده كده اسمها الانفعال المتبقي دي فورميشن يبقى الابسولون اللي انا هو فيه قبل ما شيل الحمل كان عبارة عن جزء ايه بلاستيح دي فورميشن او بلاستيح ستيرين او او ابسلون اللي بلاستيح وابسلون الاستيح الابسلون الاستيح اللي لما انا شلت الحمل رجعت يعني انا كنت being here لما انا شلت الحمل ما ايهETH حصل هل انا فضلت فيه النفس الانفعال لا الانفعال قليشوية قل بمقدارψي قل بمقداري الاستيح ستيرين فده اللي وانهو لما شلت الحمل رد شوي يبقى بيقول لي وينزالود is released the elastic portion of the strain لأبسول وان elastic is recovered يعني بتتشغل ويتبقى عندي البلاستيك سترين أو البلاستيك بورشن of the strain remains بعد كده بيقرن لي الينج موديلوس اللي هو الموديلوس لبعض المعادن لبعض المتيريال فدي مثلا تلاقي المعادن كل المعادن نشفة يعني نشفة يعني تستحمل أحمال عالية والموديلوس والفلسستي بتاعها عالي يعني هتلاقينا السيراميكس طبعا سوبر في في السترينس بس وحشة في الايه؟ وحشة في الهاردنس لا سوبر في السترينس والهاردنس معلش؟ وحشة في الدكتليتي يعني دكتليتي؟ يعني مش بتتشكل يعني السيراميكس دي بتتحمل أحمال عالية آه موديلوس والفلسستي بتاعها عالية أيها لكن لما اجا صناحها لما تيجي تشكلها ما تتشكلش معرفش تشكلها معرفش تصنحها صعب شوية لأنها بتتكسر زي قلنا سلوك المادة البريتل أو المادة اللي ما فيهاش دكتليتي زي الإزاز لما اجا أحملها بحمل تتشرخ وتتكسر ما تتشكلش معا فدي المعادن السيراميكس طبعا الموديلوس والفلسستي بتاعها عالي بعد كرة تلاقي الكمبوزيت ما الكمبوزيت قلنا يعني برعن هي برعن مثلا بوليومار مثلا ماتريكس وأنا دعمتها بفايبرز الفايبرز دي علت السيرينس بتاعها وعلت الموديلوس والفلسستي بتاعها أقل حاجة في الموديلوس والفلسستي البوليومارس البوليومارس دي إلى حد ما تريع شوي لو أنا بتكلم بإجهاد الخضوع فتقريبا اليلد سيرينس يعني هتلاقي نفس الكلام يعني نفس الكلام يعني المادة اللي الموديلوس والفلسستي بتاعها عالي اليلد سيرينس بتاعها عالي يعني لو أنا عندي مادة كده ده ستريس سترين كيرف بتاع ماتيريا لو واحد طب لو ماتيريا الثاني رقم اثنين ليه موديلوس والفلسستي أعلى فغليما هيبقى عامل كده اشمعنا عامل كده لأن ميل الخط بتاع رقم اثنين لازم يكون أعلى من ميل الخط بتاع رقم واحد ساعتها اي اثنين اي تو أكبر من اي وان صح فتلاقي اليلد سيرينس بتاع واحد هنا اليلد سيرينس بتاع اثنين القيمة دي هيبقى سيجما ييلد تو أكبر من سيجما ييلد وان فين التنساء الستيرينس التنساء الستيرينس هه فتلاقي الستيرينس بتاع رقم اثنين أعلى التنسايل السرينس ده هو أعلى قيمة إجهاد فتلاقي سجما ألتميت أو سجما تنسايل 2 أعلى من سجما تنسايل 1 فتلاقيهم الثلاثة وربعة يعني غالباً اللي المدرسة الفلسطي بتاعه أعلى هيكون ليه سجما يلدي أعلى هيكون ليه تنسايل السرينس أعلى وده بيقارن بيه التنسايل السرينس بعد كيف يقول لي other elastic properties فيه حاجة عاد نسمعها elastic shear modulus G ساعد بيسموه modulus of rigidity معامل الجساءة أو مقاومة المادة للقص فالmodulus of rigidity ده أو elastic shear modulus هو هو الاي اللي هو modulus of plus system بس الاي في التنشان يعني لو الاي في التنشان فبيحل محلها في shear mean G فلو انا عندي material حصل فيها tau اللي هو shear stress فمدام فيها shear stress يبقى فيها shear strain فالعلاقة بين tau وجاما tau بيسوي جاما في G زي ما كان العلاقة بين سجما وإبسلون سجما بيسوي E في إبسلون نفس الكلام فانا لو برسم علاقة بين سجما وإبسلون فمن الخط هو الاي من الخط ده كده الاي نفس الكلام لو برسم علاقة بين tau وجاما فمن الخط هو جي فالجي ده اللي هو بعد كده عندي elastic bulk modulus لو انا عندي كيوب كده فالكيوب دي بد عليها ضغط من كل الجهات فالي اللي هيحصل في حجمها حجمها هي L ففي حاجة عندي اسمها volumetric strain إبسلون volumetric بيسوي ايه بيسوي سالب delta V على V نوت تغير في الحجم على الحجم الأصلي فالB اللي هو البرجر ده بيسوي سالب K فالK ده اسمه bulk modulus في volumetric strain فالB bulk modulus دي خاصية مميزة للمادة يعني خاصية مميزة للمادة يعني كل مادة لها K ثابت كل مادة لها G ثابت كل مادة لها E modulus of philosophy ثابت كل مادة لها كسافة ثابت ما بتتغير بعد كده دي بعض ال relation اللي بتربط لإيه اللي بتربط الثابت ببعضها فبيقول لي مثلا جي بيسوي E على 2 1 زائد بواصون ريشو كي بيسوي E على 3 في 1 نقص 2 بواصون ريشو بيقول لي for isotropic material isotropic material دي عندي حاجتين حاجة اسمها isotropic وحاجة اسمها isotropic فالايزوتروبك هي المادة اللي سلوكها في كل الاتجاهات زي بعض يعني لو أنا عندي fiber عامل كده المaterial عاملة كده فأنا جيته اشوف grains بتاعها فلاقي الجرينز بتاعها واخد اتجاه يعني واخد اتجاه يعني طويلة في اتجاه عن اتجاه التالي بتاعتها المaterial دي لو شدتها في الاتجاه ده تستحمل في اتجاه في اتجاه الاستثارة بتاعتها تستحمل لو شدتها في اتجاه عامودي لأ فالمaterial دي اسمها isotropic إنما isotropic تلاقي الجرينز بتاعتها عاملة كده فلو شدتها هنا زي ما شدتها هنا بتتحمل في كل الاتجاهات زي بعض فدي مaterial اسمها isotropic فبيقول لي isotropic material العلاقات دي سريع بين السواب بتقول لها G والA والK وبواصل ريشو في شوية علاقات تانية بيقول لي دلتا L بيساوي F في L على E في E ما احنا عارفين إن أنا لو شديت حاجة فيحصل سيجما بيساوي ايه سيجما equal F على E يحصل بيساوي دلتا L على L إيه اللي علاقة بالسيجما وإبسلون سيجما بيساوي E في إبسلون فسيجما بيساوي F على E نوت في E إبسلون بيساوي دلتا L على L نوت فلو ضربت طرفين فاساتين جبت بس الدلتا L في طرف دي فالدلتا L دي هتبقى بتساوي F في L نوت على E في E نوت فدي العلاقة يبقى لو أنا عندي عمود شديته العمود ده لو شديته هيتول هيتول قده هيتول دلتا L دلتا L دي بتساوي ايه بتساوي F القوة L الطول E في A مساحة المقطع طب لو أنا عايزة أجيب دلتا L اللي هي لاترال يعني لو أنا شدي لو أنا عندي عمود كده شديته فهيتول هيتول مقابل إن إيه مقابل إن قطره هيقل فلعندي دي كده دلتا على الاثنين وهنا دلتا على الاثنين بتاعتها القطر هو كمان L فالقطر دا هنا هنا وهنا فالقطر دا نسميه دلتا لاترال دلتا لاترال والدلتا اللي بيساوي F في L على F خليها سميها دلتا بس ما تكتبش ما تكتبلهاش دلتا L علشان ما نطلق باش يبقى الدلتا بيساوي F في L على F دي دي دلتا دي دلتا Axial الدلتا اللي في اتجاه قاش إنما العمود دا لما أنا شديته قطره إسر فإسر المسافة دي والمسافة دي فالمسافة دي الشوية داهم لما أجمع عليهموا الشوية داهم فدول اسمهم دلتا لاترال ففيه هنا دلتا لاترال على اثنين ودلتا لاترال على اثنين طيب لو أنا عايز أجيب دلتا لاترال دي بتساوي ايه? فدلتا لاترال بيتساوي سالب بواصل ريشو اف في دابلو نود على اي في اي نود. دابلو نود دول اللي هو ايه? اللي هو القطر الاصلي. دابلو نود. قطرها في الاول كان كامل فده ايبسلون آآ لاترال. وكلمنا احنا عن بواصل ريشو آآ قبل كده. قلنا ايه هو بواصل ريشو? بواصل ريشو بيساوي سالب ايبسلون لاترال على ايبسلون ايه? على ايبسلون آآ آآ لينجو تيود نعم. بعد كده الترشل لو انا عندي عمود العمود ده لويته اصرت عليه بتويستنج مومنت. فيحصل ايه? العمود ده يحصل له سيتا. يحصل له تويست انجل. هنا السيتا هو مسميه الفا. فالزاوية بتاعة الترشل دي الزاوية اللي هي تلويت دي لها قانون. قانون هي الفا بيساوي. الام او تي اللي هو قيمة التويستنج مومنت نفسها. او انا مسميه ام. نكتب بس ام تي. لان الام ده المومنت ده ممكن يكون ممكن يكون تويستنج. فاللي احنا بنتكلم عنه ده التويستنج مومنت اللي هو عزم الترشل. عزم اللي هو العزم اللي هيلوي العمود مش هاتنيه. العزم اللي بيلف حوالين محور العمود. بيساوي تويستنج مومنت في ال لنود في الطول على جي في جي. جي ده اقول اللي هو بولر مومنت. الجي ده بيساوي ami الجي ده بيساوي باي الجي بتاع الدايرة لو العمود دة صلت فمساحة مقطعه دaira فالجي بيساوي باي على 32 دي اص اربعة الجي بيساوي باي على 32 دي اص اربعة ممكن لو انا عايز أخلىها بالقطر فيبقى بيساوي باي على 32 القطر ده باتنين ار كل اسربعة فاتنين اسربعة بستاشر فيطلع الجي بيساوي باي ار اسربعة على اتنين ستاشر على اتنين وتلاتين فيها الاتنين. فالجي ده براحتك يا اما تاخدوا باي على اتنين وتلاتين دي اسربعة يا اما تاخدوا باي اسربعة على اتنين. فهو هنا واخدوا باي ار اسربعة على اتنين اللي اتنين طلعها فوق في ايه في المقابل. فلان انا عايز اعود بالقطر فتبقى باي على اتنين وتلاتين دي اسربعة. عايز اعود بيه النص قطر يبقى باي R4 على 2 بعد كده الدكتيلتي أنا عارف أن المادة كلما تشكلت أكتر كلما تشكلت أكتر كلما كلما كانت فالدكتيلتي بقى بتقاسب إيه بيقول لي كلما الماتيريال دي خادت قوة وداتني مفعال أكبر تشكلت أكتر من غير ما تتكسر كلما بقت فلو أنا عندي اتنين ماتيريال أمت مرحلة الإجادة والإمفعال بتاعهم آه فالماتيريال الخضرة دي قبل ما تتكسر كانوا نقفين هنا فلما مشلنا الحاملة دلوقت هنرجع واتفقد أننا بنرجع موازي للخط بتاع مرحلة الإجادة والإمفعال فده الإبسلون ريمينينج أو الإمفعال اللي هو البلاستي فهو الإمفعال بتاعها هذا في الآخر خالص قبل ما تتكسر بالزبط طب الماتيريال الزرقى دي آخر حاجة خالص قبل ما تتكسر صغيرة قوي فأكيد الماتيريال الخضرة داتني مفعال أكبر من الماتيريال اللي لونها أزرق أو الماتيريال المنحنة بتاعها لونه أزرق فساعتها الماتيريال المنحنة بتاعها لونه أخضر مور دكتايل عن الماتيريال المحابة تاعة لونه أزرق. طب الدكتيريت ده بيقاس بإيه? الدكتيريتي بيقاس بإبسلون ماكسموم. مين إبسلون ماكسموم؟ ده آخر انفعال خالص قبل ما المادة تتكسر. فقبل ما المادة تتكسر كان طولها L final. أنا عارف ان الانفعال بيساوي دلتا L على L نود. دلتا L ده بيساوي إيه؟ بيساوي L final. ناقص L نود على L نود. أضربه بس في إيه؟ أضربه في مية. فده الدكتيريتي الإبسلون ماكسموم. الإبسلون ماكسموم بالطول ممكن أجيب الإبسلون بالانفعال بالسوري بالمساحة يعني أجيب الإنفعال بس بالمساحة. يعني ممكن أجيب دي كده اسمها percentage of elongation نسبة الاستطالة. يبقى ده L final ده أعلى طول جابته قبل ما تتكسر. ممكن أقول إن الدكتيريتي بتساوي يساوي A final ناقص A node على A node. دلتا A على A node في مية. بس ساعتها القيمة ده لازم تطلع قيمة إيه؟ لازم تطلع قيمة سالبة لأن المساحة النهائية أقل من المساحة اللي بتدايع المaterials عشانها شدها، المaterials دي علشان أشدها، لازم إيه يحصل طولها يزيد، ومساحة مقطعها تقل. فالإيه نود؟ أنا أعرف إن L final L final أكبر من L noe وايه node أكبر من مين أكبر من A final لأنه لما شدتها المساحة قلت ف القيمة دا لو أنا عقبت بالقانون دا القيمة دا يطلع سالب فلو أنا سأجيبها موجب فأعكسهم هتطلع نفس القيمة بس بدلا أن تبقى سالب تبقى موجب فA node ناقص A final على A node في مية فالقيمة دي هتطلع مجابة تمام بس انا بقى فاهم ان المساحة بتقيه المساحة بتقل مش بتزيد فده كده اسمه نسبة النقص في مين في المساحة فكل لما زادت كل لما زادت كل لما الدكتيريتي زادت يبقى انت الدكتيريتي تاخدها بمين بالتشكل اللي حصل فيما تاخدها فلو مادة بتاعتها اعلى من مادة تانية نسبة الاستطالة ده اللي هو دلتا ال ال اللي هو الطول الاخير خالص ناس الطول الاولان لو البرسنتج اعلى يبقى هي موردك طيب لو البرسنتج اعلى يبقى هي موردك يعني لو مساحة مقطعها قلت بصورة اكبر من اللي جنبها تبقى هي موردك طيب لو طولها زاد قوي مقارنة بالماتيريلي اللي جنبها اللي انا بقارن بها يبقى هي موردك طيب فده ده انديكيشن الدكتيريتي انا عايز اشوف المادة الدكتيريتي بتاعها قد ايه او او هي دكتايل ولا لا فبقارن الدكتيريتي بتاعت المواد بالاتنين دول يا اما الونجيشن يا اما اريا ريدوكشن بعد كده عندي حاجة اسمها ريزيليانس بيقول ان ريزيليانس بعد كده تعريف تاني بيقولي يعني ريزيليانس بالعربي ريزيليانس هو قدرة المادة ان انا ابزل عليها شغل يعني ايه ابزل عليها شغل يعني انا شدها فلما شدها تطول او انا مشدها بقوة طولت مسافة دلتا فالف في الدلتا ده او القوة في المسافة ده شغل طاقة صح قوة في المسافة ده طاقة فالطاقة دي بتخصب الجول نيوتين في متر فكلما الماتيريال خدت طاقة انا بزلت عليها شغل اول ما شلت الحمل الماتيريال رجعت لا اصلاها يبانا كده في الايه يبانا كده في الالاستيك ريجين في منطقة المرونة يبانا الماتيريال دي لها ريزيليانس عالي اشهر مثال على الموضوع ده ايه السوستر لو انا عند سبرينج كده لو انا عند سبرينج كده فانا هضغطه فلما ضغطه هحصل له ايه انضغط انضغط مسافة فانا اثرت عليه بقوة بيه ضغطه مسافة دلتا فانا كده بزلت عليه شغل اول ما شلل قال بيه اللي هيحصل يرجع تاني لاصله فهو كده لسه الاستيك فهو كده امتص طاقة ورجعها تاني يعني خد طاقة في منطقة المرونة ورجعها تاني يبانا كده ده مفهوم الريزيليانس طيب هل الريزيليانس مفهوم مرتبطة بمفهوم الاستطالة بس لا يعني مفهوم الاستطالة بس يعني انا عندي ماتيريال ماتيريال منحانة الاجادة والانفعال بتاعها عامل كده ماتيريال تانية منحانة الاجادة والانفعال بتاعها عامل كده ده ماتيريال وان ده ماتيريال تو فماتيريال واحد نهاية منطقة المرونة بتاعتها هنا فده سجمة ده إبسلون فأعلى سجمة أقدر أثر بها على الماتيريال ولا منطقة المرونة وليكن وليكن مثلا 250 ميجاباسك بتاعتها الانفعال وليكن 5 من 100 طب الماتيريال رقم 2 نهاية منطقة المرونة بتاعتها اعتبروا ده كيف فالسجمة يلد بتاعتها وليكن 300 والإبسلون 300 قال لي الماتيريال اللي هي ريزيليونس أعلى شاف الماتيريال اللي هي رقم واحد دي لو أنا هصنع منها سبرينج فالسبرينج أعلى الجهادي ياخده يعني لما اتكى عليه بقوة من لما اتكى عليه بقوة بيه فكده أنا أجهدته فأعلى إجهاد يبقى عليه 250 ميجاباسك لو الإجهاد عدى لو أنا اتكيت على السوستة دي بقوة عالية فالإجهاد عدى المتين وخمسين فالسوستة دي بازت يعني إيه بازت يعني رحت لمنطقة اللدونة يعني لما الحمل دي يتشال لما الحمل دي يتشال السوستة ما تردش لأصلة ما ترجعش لأصلة تاني يبقى فيها بيرمنانت ديفورميشن فأعلى إجهاد أقدر أأثر بيه سيجما ماكسيمام وأنا وأنا في منطقة المرونة بيساوي 250 ميجاباسك ساعتها وهي على سيجما بيساوي 250 ميجاباسك انضغطت دلتا ل فلما أسمت دلتا ل على ل لنود إدتني إبسلوم بيساوي خمسة من مية ده أعلى مفعالة وكم يبقى لما هي لو هي على إجهاد 250 ميجاباسك الأعلى إجهاد هي انضغطت خمسة من مية لو انضغطت أكتر من خمسة من مية فأكيد السيجما زادت على 250 فكده أنا رحت المنطقة اللدونا فأنا بأتكلم في المرونة فمش هترد الأصلة طيب لو أنا عندي سوستة تانية دي كده الماتيريال لو أنا عندي سوستة تانية من الماتيريال تو فأعلى إجهاد أقدر أثر بيه عليها كم؟ 300 إبسلوم ماكسيموم كم؟ 300 ده إيه؟ ده سيجما ماكسيموم وإبسلوم ماكسيموم في منطقة المرونة الماتيريال عادي هتستحمل بعد كده عادي بس هتستحمل بلاستيك يعني مش هتكسر يعني الإجهاد لو عدت 300 الماتيريال مش هتكسر بس هتبقى بلاستيك مش إلاستيك فأنا بتكلم عن إلاستيك فالماتيريال الرقم 2 ده السوسة اللي مصنعها الماتيريال الرقم 2 أعلى إجهاد تستحمله وهي في منطقة المرونة 300 ساعتها كان الانضغاط 3 من 100 بس يعني الانضغاط لو زاد عن 3 من 100 فساعتها السجما عدت 300 فساعتها السوسة دي ما ترجعش الأصله يعني ما تردش لما شيل الحمل ما تردش لأصل فالماتيريال اللي واحد فيها ميزة وعيب والماتيريال الاتنين فيها ميزة وعيب الماتيريال الواحد بتدي الانضغاط عالي ما أن السوسة دي وظيفتها إيه إنها تنضغط إنها تنضغط كلما انضغطت أكتر كلما ما بقت كويسة بس تنضغط وهي مارينة يعني أول ما الانضغاط ده يتفاك ترجع الأصل فالماتيريال الواحد بتنضغط 5 من 100 أو الانفعال بتاعها 5 من 100 الماتيريال الاتنين بتنضغط أقل شوي 3 من 100 يعني دي بتنديني أعلى مفعال 5 من 100 دي بتنديني أعلى مفعال 3 من 100 بس ساعتها الماتيريال الاتنين دي بتستحمل لحد 300 تشلك أحمال أو إجهادات لحد 300 ميجا بسكال وهي مارينة بس الماتيريال الرقم واحد دي لو اللي جات فيها عدل 250 ساعتها الإبسر عدل 5 من 100 فبقيت لدم فماتيريال الاتنين بتستحمل إجهادات أكبر ماتيريال واحد مور داكتايل بتديني انفعال أكبر طب أنهي ماتيريال فيهم ليها ريزيليانس عالي ما نعرف إن ريزيليانس قدرة المادة إنها تاخد شغل على إنها تمتص طاقة وتدهالي ترجعها لي تاني بعد زوال الحمل يبقى أنا كان رأي أخذ الطاقة وهي مارينة فبيقول لي يعني يعني ترجع للشغل اللي بازلتوا عليها تردوا الأصلاء تاني بعد زوال الحمل فساعتها معامل ساعتها ريزيليانس ريزيليانس مش بيتقاس لا بالقوة ولا بيتقاس بالإنفعال لا بالإيجاد سوري لا بالقوة والاستطالة ولا بالإيجاد ولا بالإنفعال ساعتها المعيارة عندي الطاقة اللي أاخدتها الطاقة اللي أاخدتها هتجيبها منين قال لك إن عبارة عن المساحة تحت منحنى الاجهاد والانفعال في المنطقة المارينة. يعني ما تريد الواحد دي لو عايز يعني عايز اقارن بينهم. بروح اجيبي المساحة دي. طب المساحة دي مساحة ايه? مساحة مسلس. نص القاعدة في الارتفاع. نص خمسة من مية في امتين وخمسين. طيب الماتيريال لقم اتنين. الماتيريال لقم اتنين او فين بتاح المساحة تحت منحنى الاجهاد والانفعال في المنطقة المارينة. نص تلاتة من مية في امتين وخمسين. يعني المودلوسوف تلاتة من مية في امتين وخمسين. هنا يساوي نص في تلاتة من مية في كام في تلتمينة. والله اللي يجيب لي بقى قيمة اعلى يبقى دي مقدرش اقارن بينمادتين بالانفعال بس. يعني مقدرش اقول ان الماتيريال واحد استحملت في الاستيكزون انفعال لحد خمسة من مية. اكبر من التلاتة من مية. با هي الريزليانس في طاحت اعلى لا. اقدر اقول ان واحد الدكتيرتي بتاعتها اعلى. لكن مقدرش اقول ان واحد الريزليانس. ف الريزليانس مرتبط بالاتنين. اجهاد وانفعال. يعني مقدرش اقول مقدرش اقول ان اتنين اعلى في الريزليانس. ليه? لان استحمل التلتمية في المنطقة المارينة. ساعتها واحد استحملت اتنين وخمسين بس لأ. فاعمل ايه اراح اجيبه المساحة. اللي هي مساحة المثال. فأنا حافظ قانون Net繼續 avanz. نص sigma yield في epsilon yield. الإجهاد اللي whatsoever ما هو اليلد ده آخر مناطية المرونة. فسيجما ييلد في epsilon yield. والموديلس راسيليد ده بيقاس بايه؟ ما هو نص سيجما epsilon. epsilon ده منيش تمييز. يبقى الموديلس راسيليد بيساوي نص sigma yield في epsilon yield. هل الانفعال ده ليه تمييز؟ لا. الانفعال ده delta L على L. طيب السيجما سيجما تمييزة نيوتن على متر تربيع نيوتن على مين المتر زي ما يكون فالمودرس وفرزيرنس ده تمييزه تمييزه نفس تمييز الإجهاد على حسب الإجهاد بتاعك لو الإجهاد بتاعك 250 دي 250 ميجا باسكل فالمودرس وفرزيرنس يطلع تمييزه ميجا باسكل الاجهاد تمييزه ميز يبال المودرس وفرزيرنس يطلع تمييزه باسكل كده كده الإبسلو مليوش تمييزه فانت حطيت السيجما في القانون ده بالباسكل يطلع بالباسكل حطيته بالميجا باسكل يطلع بالميجا باسكل حطيته بالبي اساء يطلع بالبي اساء وهكذا